ترجمة نانسي قنقر الجارية حاليا في المنطقة المخصصة لذلك في مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض قد بلغ لحد الآن 2220 متطوعا يمثلون أكثر من ثلث إجمالي العدد المستهدف من المتطوعين للمشاركة في هذه التجارب والذي يبلغ 6000 متطوع وأضافت الوزارة أن باب التسجيل مفتوح للراغبين في التطوع بمن تزيد أعمارهم عن الثامن عشرة عاما عبر المنصة الوطنية للتطوع حيث سيقوم الفريق الطبي بمتابعة عملية التقييم الصحية للمتطوعين قبل الانضمام للتجارب السريرية بحسب البروتوكول المعتمد وأعربت وزارة الصحة عن شكرها وتقديرها لكافة المواطنين والمقيمين الذين بادروا بالتسجيل مؤكدة أن هذا الإقبال الكبير يعكس مدى الحرص والاهتمام والدعم المقدم من جانبهم لمساندة الجهود والمساعي الوطنية المبذولة للقضاء على الفيروس كورونا ويجسد التكاتف المجتمعي المميز الذي ينفرد به المجتمع البحريني ترجمة نانسي قنقر